عشان الناس تعرف هو الفرق بين المعاش والتأمين لأ التأمينات الاجتماعية هي جزء بنتدخره من الأجر بانتظام على مدى سنوات عملنا إنما المعاش هو ما نحصل عليه في نهاية فترة الخدمة دول العالم كلها بتتجه لرفع سن المعاش سنة وثمين وثلاثة عشان تزود فترة للدخار إحنا مجتمع شاب جدا وبنوازن ما بين الموضوعات دي كلها وعندنا الحقيقة مجموعة من الخبراء من اليابان ومن بلجيكا ومن الرئيس المتحدة بنقارن وبنبص على القوانين المختلفة والمزايا والاشتراكات ولازم توازن إنه التأمينات ما تزيدش قوي وفي نفس الوقت تبقى كافية إنها تحقق لك حجم كافي من المدخرات فهي حسابات اكتوارية معقدة وكمان إنك إزاي تزود العائد على الاستثمارات